في التاسع عشر من هذا الشهر أطلقت ميليشيات مسلحة صاروخا نحو قلب قطاع النفط العراقي في محافظة البصرة سقط الصاروخ على بعد ثلاثمائة متر فقط من منشآت الإقامة التي يستخدمها مهندسون أمريكيون ودوليون يعملون في أكبر حقول النفط في البلاد هجوم هو الثامن على المنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة في العراق هذا العام وجاء مباشرة بعد الضربات على منشآت تدريب التحالف في التاجي والموصل يومي السابع عشر والثامن عشر من حزيران الجاري ورغم عدم مقتل أي من الرعاية الأجانب في الضربات إلا أنها تركت أثرها على الوجود الدبلوماسي لواشنطن فلم تبقي السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل سوى نصف طاقمهما بعد أن أغلقت القنصلية الأمريكية بالبصرة في أيلول الماضي إثر ضربات أخرى معهد واشنطن الأمريكي قدم قراءة جديدة للهجمات الصاروخية الثمان ركزت في جانبها الأول على هجمات البصرة التي قد يكون هدفها بحسب رأيه إحباط استثمارات بقيمة خمسين مليار دولار مع شركة إكسوم موبيل والتي من المرجح أن يكشف عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال زيارة مرتقبة إلى البيت الأبيض فالصواريخ التي سقطت بالقرب من منشآت الشركة دفعتها إلى سحب موظفين من البصرة في ثاني انسحاب وقائي لها منذ تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أوائل الشهر بينما يمثل وفقاً للمعهد توجهاً إيرانياً صريحاً لإفشال الصفقة واستخدام العراق كساحة متقدمة للمواجهة مع أمريكا في الجانب الآخر حدد معهد واشنطن الخطوات التي يجب على الإدارة الأمريكية أن تتخذها تجاه عبد المهدي في مواجهة ميليشيات إيران لا سيما مع الهشاشة التي يبديها الرجل أمام عديد الملفات الحساسة وهما من شأنه أن يقوض العلاقة الثنائية ويؤدي إلى مزيد من التخفضات الدبلوماسية والاقتصادية وبالتالي فإن مردوده سيكون سلبياً على العراق في المقام الأول بحسب المعهد نفسه المعهد تحدث أيضاً عن الإنذار الذي وجهه عبد المهدي للميليشيات وقوبل بتجاهل من طرفها حيث لم تنتظر أكثر من 24 ساعة لتلقي بصواريخ جديدة في الموصل والبصرة ناهك عن أوامره بإخراج الميليشيات من الموصل في أبا الماضي ومجدداً قبل شهر لكن الميليشيات رفضت الامتثال للتعليمات أو حتى الاعتراف بسلطته وكأنها بذلك تعلن صراحة ودون مواربة أنها تعمل ضمن المشروع الإيراني ولا على حساب تخريب العراق ودماره وهي الحقيقة التي يعرفها عبد المهدي ولا يستطيع البوح بها